اشتركوا في القناة بو خوتي ركوا تشوفوا هاي لك دوك نهضر في الموضوع نقرار لكم هادية وش قالت ونهضر في الموضوع ونروحوا الموضوع نفسروه ككل نحكو على البيت هادية على ضربة الجزاء هادية اللي محتسبة هي البال وخرجت ونحكو تاني كعلى الوسمو على الحاكم ونحكو على واحد الأمور اللي لازم المنتخب الوطني الجزائري يكون متحضر لها والإنسان هنا يحكي بكل واقعية ويحكي كما قولوا بالأمر الوطني لازم تكون في الأمر الواقع هنا يا لازم تكون في الأمر الواقع بدكم نعطي لكم الرأي التاعي ونعطي لكم الوشرة هو يدورنا في رسي ولا تخمامي ينوش هو نبدأ هادية شوفوا حوص رحت للصفحة تعالفاف تعالفايسبوك ما لقيتش بل اللي داروا احتجاج رحت للصفحة تعالفاف واسمه الصفحة الإلكترونية اللي حطوا فيها كلش يعني أي أخبار ما لقيتش هم يقولوا اللي هنا يا راكوا تشوفوا هذه قنوات الكعس هذه الاتحاد الجزائري لكورة القادم قرر تقديم احتجاج لللجنة المنظمة لمونديال العرب بسبب خروج الكورة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر هادية يا راكوا تشوفوا هي اللي راهي كتبت ولكن كيما قلت لكم بخوتي ايسك صح ولا لا لا العلم عند الله لأنه ممكن تكون صح ولكن لأنه لفاف ما هضرت والو لفاف النورمال مو كيكون عفسها كيما هادية حتى وما تحتش في الفايسبوك تحت في الصفحة الإلكترونية أي أخبار كيما هادية وما نورمال مو حتى تقول بلاغ بالليرة نرفعنا الدعوة للجنة لأن وعلاش الصفحة التلفاف الإلكترونية اللي تجيب لقاء الأخبار وهو ما رفعوا دعوة وما يديروهاش فهنا لا نقدر لكم صفحة رسمية وما نقدر لكم ما لا بالش العلم عند الله هذه قناوة الكعصة راحية تقول في هات شي نحن لبو نجو للبناتي ركوا تشوفوا الصورة اللي هنا هي لك ولكوا كيما ركوا تشوفوا هنا الكورة خرجت الكورة كيما راهي تبانيهنا خرجت بو كي راكوا تشوف في هات الصورة اللي هنا خرجت ركوا تشوفوا الاربيت هادك اللي راهو من هيه لا يجري ما شافهاش أولا ثانياً لاربيت اللي راه هو أنفس ما يقدرش يشوفها يعني سورتو تع الخط لاربيت باش نهضروا أن نفسرها كامل لاربيت تع الخط هو اللي نرمال مو يرفع الرأي أو يشوفها أو يعودوها بالفار هما مادام لاربيت مرفدش الرأي والاربيت الأخر ما يقدرش يشوفها كيف نحن هقع ما قدرناش يشوفوها فاللقطة كي كانت سخونة فهنا يا حسبوها ومبعد يا أخي يعود درجة الكورا ومبعد بيناطية بيناطية رسمية هذه كما نقول ش زعمال اربيت جامعهم ولا لا لا على الحساب هنا وش راه يتبان فالصورة منه راه يتبان لبانو خرجت أعطيني الصورة من الفوق أو أعطيني الصورة على الكوتي لأن من ذاك تبال لك الكورا خرجت لإنها هولك الخط ركوا تشوفو بار ايزومب هولك الخط كين وره هالك هكذا تبال لك هولك الفارغ هذا يبال لك باللي راه يخرجت بس حقيقة جي من فوق يعني وش يقول لك يقول لك الكورا لازم حتى وتكون هي خرجت لازم تكون كاملة على الخط هذه ستبان فتسويرا وكاملة على الخط ولكن لا نستطيع أن نحكم من جهة واحدة لأن هذه لدينا الضار من كل النواحي لكي يشاهدون مختلفة كمية على الأنجليز يصوروا الضار من فوقها ويشوفوا أسكى عقبة الخط يعني هذه الصورة لا نستطيع أن نحكم عليها ستبان خرجت ولكن لا نستطيع أن نحكم عليها ولكن في البناء بالخرجتنا في هذا الموضوع كان يقول لك بللي لاربيت حاز بزاف 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 وكان كما نقوله داخل فلافة شوفوا أولا لاربيت ولكن لا تصفر دائرة بيناتي كما نقوله الإنسان يكون صارح أنا لا أريد أن نهول الهول وندير كما نقوله نجيب المشاهدات و لاربيت وضدنا وكذا نهضر الواقع وشوفت لاربيت لا تصفر بيناتي حتى يطولوا من الظار الأخر كان مبليسي طاح مبليسي ويتوجه سيجري للظار لأنه مبليسي طاح لكي لا تصفر كما نحصل الى من الضار كان صفرها من الضار وكان كاميرا معا ما صار كان صفرها من الضار لم يصفرها من الضار حتى بدأت وجعها دائق وبدأوا يعودوا في اللقطة عيطوا للظار راح للظار بشاف كما نقوله الدربة البناطية مره وليوش بللي خرجت من الخط هو اللاربيت ما يتحميش المسؤوليات على الخط ولا مشي الخط للظار ما راحوش للظار لان اللقطة ما بانتش أصلا تحتاجم الزرق لكي لديه العرض. هذه العربيت لم تكن أحد دخل الهواتف. هناك ذلك حتى منذ غير تحتضل. وغير حتى هناك أيضا لنحظة مرة أخرى. لان يتحصل على الخط فقط. تتحضر المسؤولية والهواتف على الخط أو الزرق. هذا هو الزوج الذي تحتضل المسؤولية. نحن نحن بالنقطة الثانية. يقول لك العربية كان يصفر بثاف سفاري يعطيها سفاري قبل مصر وقبل ما يعطيها للجزائر يعني انسان لا أحب نسخن الحالة ونحمي البندير ولا كين المواضيع لازم نحكو فيها بجدية لا نحبش الضرامة بثاف أولا ونحبش دائما نقولوا احنا محقورين احنا اللي حقرين احنا ويعلى بأنها كان امور وما كان امر ولكن لما يكون وقت الجد الأربيتس كان يجلب عدة صفاره الى مصر الاخر يوجد عدة حمارات كاملة تضع بموقوع عرب 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 وما تلاحظ الوحث بخلاء انظري التغيير بالفعل كم كاين بعض الغلاطات كما قال لي ضربت اولا نهضروا على الفافة دي قلق بلي رفعت احتجاج اوبلية موغلي انا هادا وش نقول لك فيرغيس كما يقول لك العلماني انسان تايا تيري ووري كعس العالم تصفية كعس العالم انسيت واش من المنتخب ضربها بيده وماركاها وحكمتها العالم قعوا وهضروا عليها العالم قعوا والمنتخب هادا كرفع دعوة مكان ما كان انسى اوبلي سفرت خلاص المات ستسفر بلي الماتش ربحاته ماصر لا ربحاته فرنسا ولا ربحاته خلاص اران مرناش في عالم الحق الرياضي الرياضة كان من ذاك يحبوا يطلعوا ايكيب على ايكيب منتخب على منتخب لان نورمال مو امور كما هادية ما نحكيش على الجزائر نحكي على عموما نورمال مو مباراة كما هادية تتعاود تتعاود يشوفوا اللقطات تتعاود ويتعاقب الاربيت هادا ما كان ايضا كتروا 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 يعاقبوا الاربيت زي دركوا تشوفوا انتم ماتش اللخراني مشي اللخراني هادا عندها في هالأيام الاخيرة هادي يا رونالدو ماركا بيت البانو دخلتوا الاربيت محسبهولوش ورونالدو قاعد يعيط على الاربيت ومعد لاربيت نفسه في تويتر لما لا بليش اعتادر لرونالدو وقالوا بعد ما شفتوا ما بليش بعد ما شفتوا عاودوا حسبووه الماتش ما حسبوش الماتش خلاص صفر لاربيت انزيرو 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 صفر دوا زيرو دوا زيرو على هادية ترفع دقوة ولا ما ترفعش دقوة اوبري لي على هادية اللي نعاود ندخل في الموضوع التاعنا اللي قلت لكم لازم نحضروا لازم المنتخب الجزائري يكون حاضر لهذه الأمور هاد الأمور توقع حتى في أوروبا من قلت لكم في أوروبا لاني حكيت لكم زوج زوج هذه المنتخبات وخلي في الشامبيونت على انجليز بلوار وكل شيء غوارديو لا يضليش كيم الزار قال لهم كياد الفار بلوار وما كانش يحسبوا ليش في ماتي يحسبوا لي بي ماتي يفتوا يعني هذا الأمور مش مؤامرة بركة الجزائر وانا شوانا نطبقها ألمي راني شوف الدور الانجليزي المفتد وشوفنا شحلم الغلاطات على الفار بكل صراحة راني شوف المنتخب الوطني لازم يكون حاضر لهذه الأمور مثل البارح لو كانت تراجعنا في المباراة في الشوطة الثانية لو كانت تراجعنا شر المباراة وسجلنا الهدف الأول سجلنا الهدف الثاني خلي أعطي لهم بي ماتي تخلي سفر لهم صفاري ما نعطيش للحظ بشي يجي ضدي لازم أن نكون واجد على هذي كان نطلب من بوغرا يكون واجد بقوة في المباراة تع المنتخب ضد المغرب هذه الأمور لازم يقرأوهم هذه الأمور لازم يحضروهم نفسيا حتى لازم كما قلتنا نطلب أنه المنتخب الوطني يجيب له طبيب نفسي أو يعطي له محضر نفسي لأن اللاعبين توانا يتنرف زو شفناهم ضد البوركينا فاسو شفناهم البارح شفناهم يعني هذي الأمور في أوروبا ما يلعبوش قلت لكم منتخب الألماني حتى منتخبات بزاك عندهم محضر نفسي محضر نفسي هذا يقعد مع اللاعبين باش كما قولوا يكالمي هوم يحضرهم النفسي للمباراة الصعبة اللي تكون فيها النرفازة محضر نفسي هذا ضروري ضروري جدا الناس هذول الأوروبيين أو باش طلعوا باش تقدموا علينا بالأمور الدقيقة هذي أي أمور دقيقة يديروها باش كما قولوا يحضروا المنتخب بالتحهم من كل ناحية المنتخب حتى اللاعلمان باش دطل وسمهم اللاكوب ديمون دان يقول لك وسمه وشتنين والتعليقات كده منه أو كما قولوا حيثة صريحة قال لك الطبيب النفسي يلعب وسمه اللاكوب ديمون فهذه الأمور الناس ما يلعبوش بها وانتمنى أنه اللاعبين يركزوا في المباراة وبوقر يركز ويركزوا أنه ما تعطيش فرصة ما تعطيش فرصة باش يصفر بيناتي ولا أنت أجيب لي بيت على دع ما كان أنت عليك بالتسجيل ما تتخادلش وما ترجعش للوروهم بعد يتضغطوا عليكم بعد يقول لي المو بيناتي مشي بيناتي وحتى تكون حقيقة يعني وش حبيت نقول لك أن ما تطفرها غير فيك نحن ندخلين على اللاكوب دافريكا نحن ندخلين على اللاكوب ديمون دا نحن ندخلين على التصفيات كأس العالم ما زالوا نزوج مباراة حتى يديروا القرعة نحن نطيحوا وان شاء الله نطيحوا مع ما صار باش نبلعوا لهم فمهم ولكن اللاعبين توانا لازم يكونوا حاضرين باش يجيبوا المباراة بالأهداف ما يخلوش للحظ باش يغلبهم باي بسفرة سفر علينا سفر عليهم سفر عليهم سفر عليهم هاتا عبك ولينا شغل ما هاد الأمور لازم نتفاداوها ملوه باش تفاداها لازم تسجل للأهداف فهذه هي الرأي التعيف للموضوع هذا خوطي وما تطويش عليكم الإنسان لازم يكون واقع إليه إنسان لازم حتى بكي تكون حرب لازم تكون موجد روحك حرب لازم توجد روحك توجد الأسلية حتى عليك أسلية حتى عليك في كورة القادم هي تسجيل الأهداف فالمتخب الجزائري ما دم كان حرب الأهداف عليك بتسجيل الأهداف هذا ما تسجل كثير من اللي يراوي يلعب معك ما عليش حتى هو يسجل انت تسجل كثير وتخرج من البوبارات انت رابع ما كاش تعادل هذا خوطي ما تطويش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام